الحمد لله رب العالمين الموافقة للثلاثين من شهر مارش في عام تسعة عشر والفين كعادتنا في هذه الليلة المباركة ننشر المصحف بين أيدينا لنتلو آيات الذكر الحكيم ونذكر أقوال الأئمة المفسرين في بياني وتوضيح هذه المعاني العظام أحد منكم الله رضي عليكم يستعلينا الباب بارك الله فيكم نازلنا بصدد قراءة سورة الشرح وقد أطلنا الكلام في حلقتين على قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ونستأنف حيث توقفنا مع الآية التي تليها أو الآيتين التي تليها وهي خاتمة السورة قوله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب سبحانه وتعالى et d'évoquer les paroles des imams de l'exégèse de notre communauté concernant le sens des versets du Qur'an nous sommes toujours dans le chapitre coranique intitulé l'ouverture, la fente, al-sharh et nous avons longuement parlé durant les deux derniers cours des versets où Allah tabaraka wa ta'ala dit فإنما العسر yusra, إنما العسر yusra car certes avec la difficulté lia la facilité certes avec la difficulté lia la facilité l'échova الجالسون في مؤخر المسجد أنا أعرف لذة الاتكاء على الجدران لكن إن استطعتم التقدم والدنوة منا لكان هذا أفضل وأحسن أما صاحب العذر فهو معذور ولا داعي للاعتذار أما صاحب القوة ومن ليس له عذر ويريد طبعا يريد أن يجالسنا وأن يشاركنا في هذه الجلسة فنطالبه بالدنوة وعدم التأخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحب العذر كما صاحب العذر يريد أن يشاركنا ومن يشاركنا ومن يشاركنا أن يشاركنا ومن يشاركنا لا يريد أن يشاركنا ومن يشاركنا ومن ثم تقوله من الغالب المسرحين يقوله من قليلاً لا يفعله لا يفعله لا يوجد الان لا يوجد الان هذا هو لا يوجد الان سادة وهو لا لا يوجد أحسن سيدتي ، لابتراك وفق أحسن ، لقد سيدتيzię الذي ييوجد ذلك لنكذب الإيمان ، هناك خاصة التنديم إنه سيدتي ، فضل أكبر كان يدع نزيزينًا وإزالي الله ، أن في سيدتيية والمزل منزلسية ، يريد سيدة أحسنًا ، ينزل على قوقه وان تصفره يليس على المصدر وشاهد البيهاتي تسلقه القادم وشاهده ، لقد ذلك هم قالت لأسه وحاد ، هو شاهده وحاد ، رأيته رأيته وأصداد Alors Il s'est faufilé jusqu'à s'asseoir à la place Et un autre Il s'estahia Il n'a pas voulu déranger Alors il s'est assis au bout de l'assise Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Vous voulez que vous parlez De l'histoire des trois Les sahabas ont dit Il a dit Quant à celui Qui a cherché une ouverture Il lui a offert une ouverture Quant à celui Qui a eu de la pudeur Et bien Allah il en a eu envers lui Et quant à celui Qui s'est détourné Et bien Allah il s'est détourné de lui C'est ce que l'homme du Nabi sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'on disait ? نتحدث عن سورة الشرح إذن نتحدث عن الثلاثة السورة التي يتحدث عنها ويقول الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب الفاء هنا إما أن تكون للتعقيم وإما أن تكون للسبب وإما أن تكون فصيحة المهم احتمالات شتى الشاهد هذه الفاء ماذا تفيد تفيد أن الله تبارك وتعالى ذكر مننه وفضائله على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام من أنه شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره ثم أخبره عز وجل بأنه كلما تعرض لعسر قابل ذلك العسر يسران فلا يحزن ولا ييأس ولا يقنط ولا يجزع فإن عسرا واحدا لن يغلب يسرين فإذا علمت ذلك كله ماذا بقي لك بقي لك ما سيأتي فإذا فرغت الفراغ أي الإنهاء أو إذا أنهيت إذا ختمت عملك وهنا اختلفت كلمة المفسرين في تعيين المفروغ منه ما هو أنا أغنيكم عن كثرة ما ذكره العلماء في بياني المفروغ منه واختلافهم هو اختلاف في العبارة وهو اختلاف في ضرب الأمثلة وإلا فالجميع يدل على أمر واحد أو إن شئت فقل على أمور ثلاثة فإذا فرغت فأنت بين أن تفرغ من أمر دنيوي أو من أمر ديني هذه الدنيا فيها الدين والأمور الدنيوية ونحن لابد نذكر قبل ذلك آية ما منا من أحد إلا وقد يسمعها أو يحفظها وهي قوله تبارك وتعالى في أواخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فالمقصود من إيجادنا هو أن نعبد الله عز وجل أو أن نوحده عز وجل بالعبادة أن نفرده بالعبادة فإذا فرغت فانصب والمرء في هذه الدنيا بين دينه ودنياه ومن الناس من غلب دنياه على أخراه فلا يهتم بدينه ولا يهتم بأخراه ولا يعمل لها ولا يقدم لنفسه شيئا لذلك اليوم فكلما فرغ من عمل دنيوي انتقل إلى آخر كل ذلك لأجل ماذا لأجل الحصول على راحة نفسه وقد وقد نسي ذلك المسكين أن راحة نفسه في مستقر رحمة الله عز وجل فالراحة الكبرى التي يسعى لها كل ذي عقل ولب هو أهي الراحة في الجنة قال ابن مسعود رضي الله عنه لا راحة للمؤمن دون لقاء إلا هكذا الناس شغلتهم الدنيا عن الدين واستهوتهم الشياطين وأنسوهم المهمة التي لأجلها خلقوا وهي أن يمتثل أمر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقوله تبارك وتعالى فاسجد واقترب أو قوله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا وما شبه ذلك والله المتأمل في كلام الله يمر على هذه الآيات العظيمة الكثيرة التي فيها الأمر من الله عز وجل بالعبادة بشتى أنواعها واركعوا يراد بنا نعلم ما يريد الله تعالى منا ومع هذا جل وقتنا في ما لا يعود إلينا بفائدة فإذا فرغت فانصب قلنا فإذا فرغت أي فإذا أتممت وختمت وأنهيت عملك بقي أن يقال ما نوع هذا العمل فإن من يكون عملا دنيويا شغلت به وهذا لابد منه يقول الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها هذه في الدنيا وقال سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصبك من الدنيا ويقول الله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إذن هذه الدنيا لنا فيها حظ ونصب لكن لا ينبغي أن يشغلنا أو أن يشغلنا ذلك الحظ والنصب عن عبادة الله سبحانه وتعالى فإذا كنت مضطرا إلى الخروج من بيتك لأجل الحصول على لقمة العيش ولأجل أن تنفق على عيالك ولأجل أن تستر عورتك ولأجل أن تكف عن مسألة الناس فلابد من ذلك أخرج من بيتك وابتغي من فضل الله عز وجل لكن إذا فرغت من عملك سواء كنت تاجرا أو مستأجرا أو زارعا أو ما شبه ذلك لابد لهذا العمل أن ينتهي فإذا انتهى عملك فلا تقل انتهى يومي كما هو أشأن كثير من الناس لا سيما في هذه الأزمان الراجل يستيقظ صباحا فيتناول فيتناول وجبة الفطور ويخرج إلى عمله يبقى خارج بيته في عمله عدة ساعات يعني الغالب في هذا البلد كم؟ ثماني ساعات ثمانية ساعات أضفل هذه الساعات ساعة لأجل الذهاب وأخرى لأجل الإياب فإذا عاد إلى بيته أرهقه التعب أرهقه التعب ومسه اللغوب يعني النصب والعي فماذا يصنع؟ إذا كان بعلا سيدا على زوجته استقر على أريكته وأمرها بإعداد الطعام وانتظر تقديم الطعام وهو قد تمسك بلوحة التحكم يأمر مذياعه بإبدال القنوات الواحدة منها تر والأخرى كان الناس من قبل في سالف الأيام لا سيما إذا صاروا مسنين يمسكون التسبيح أو يعقدون أناملهم بالتسبيح أما اليوم أصبحت أصبحت مسبحة الناس هذه الآلة من قبل كانوا يعدون التسبيحات اليوم يغير القنوات ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب هذا رجل مسلم لا يغيب عن ذهنه أنه يجب عليه أنه يصلي وحال كثير منا عفى الله عننا وعنهم أنهم لا يصلون في وقت الصلاة بسبب العمل كان العمل يمنعهم من أداء الصلاة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح لو اجتهدوا لاستطاعوا والله أنا أذكر كنت قبل سنين أعمل في شركة وكان لدي برنامج تغير كل أسبوع فتارة أعمل بالصباح وأخرى بالمساء وأخرى بالليل وكنت بفضل الله عز وجل دائما أستطيع أن أصلي الجمعة لأن البرنامج يسمح بذلك وذات يوم كنت أعمل بالصباح في يوم الجمعة والدوام كما يسمى ينتهي مع الثانية ظهرا يعني بعد صلاة الجمعة لا أخطأت كنت أعمل مساء وكنت أبدأ الدوام مع الثانية ظهرا وتلك الساعة كانت توافق صلاة الجمعة في يوم الخميس ذهبت إلى المسؤول وأخبرته واستأذنته قلت له أنا غدا سأتأخر بساعة هل أستطيع أن أقضيها في آخر العمل المفروض أن أخرج مع الثانية مع العاشرة ليلا فأذهب مع الحادية عشر ليلا قال أحرج والله ما ناقشني وما سألني وما عبس في وجهي ولم يقول لي شيئا رجل غير مسلم الغد ذهبت إلى المسجد وبعد الصلاة توجهت إلى محل العمل فلما وصلت مع الثالثة لقيت رجلا مسلما عند الباب فسألني ما الذي أخرك فقلت له ذهبت للمسجد لكنني شاورت المسؤول الأمس وأذنني بذلك وهذا الرجل كان يعمل في تلك الشركة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولم يخطر على باله قط أن يسأل المسؤول ولو مر فنظر إلي نظرة استعجاب ونظرة استغراب وربما فيها شيء من الخجل والحياء ولم يجد كلمة يتفوه بها سوى العمل عبادة أنوية كيف كيف شجاء ليس سوى هذه العبارة التي خرجتها من من خرجتها أنتم العمل عبادة من من خرجتها في أي كتاب في أي سورة في أي حديث هذا غير صحيح هذا طبعا أنا أنا أوافق على المعنى العام أما أن تحتج بهذه عفوا العبارة لترك الواجب لا هذا ليس بعضر وأنا لست أقول أن العمل في بعض الأحيان وببعض الشروط ليس عذرا لترك الجمعة بل أنا قد قلت ذلك وقد على مسامعكم مرات أن المستأجر الذي يخاف على ماله ويخاف يعني ضرورة الفقر يعني يعذر في ترك الجمعة والجماعات هذا هو قول القول المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكن لكن يا أخي هل هل اجتهدت هل أخذت بالأسباب لتصلي الجمعة في وقتها أو قلت في نفسك لا داعي لذلك ستسأل عن ذلك ستسأل عن ذلك أنت إذا أردت مثلا أن تذهب إلى بلدك في فترة العطلة ألا ستذهب إلى المسؤول لتخبره عن ذلك أو لتستأذنه في تعيين الفترة هذه لكن إذا كان هذا في شأن دينك لا تبالي لا والله هذا والله قصور عظيم الشاهد إذا فرغت قلنا الأمر الأول الفراغ من أمر دنيوي فانصب هنا النصب أحد أمرين إما أن يكون بمعنى التعب إذن يكون النصب بفتح الصاد فانصب أي فتعب والتعب يكون يكون إسر العمل يكون بعد الاجتهاد فانصب يعني فتعب فأتعب نفسك في العبادة كما أتعبتها في طلب الدنيا الله عز وجل خلقك للآخرة وأراد منك أن تعبده وحده لا شريك له ويخبرك عز وجل أن رزق كأ عليه وأنك لن تخرج من هذه الدنيا إلا بعدما استوفيت حظك من الرزق لا قدرة لأحد في هذه الدنيا أن يأخذ من رزقك شيئا فكأنه يقول لك يا عبدي كن قارير الرعين وأرح بالك ونفسك لا تتعب نفسك في طلب الرزق فقد تكفلت برزقك بل اتعب نفسك فيما خلقتك لأجله وهو العبادة إذن خلصب قلنا الأمر الأول التعب النصب بفتح الصاد والأمر الثاني النصب بتسكين الصاد وهو القيام وهو القيام والعلوم ومنه حالة الحالة الإعرابية المعروفة النصب تعرفونها أنا أدري عندما أكلمكم في المسائل النحوية أن قد تغلي بعض الأدمغة في الجماجم على كل حال فانصب يرحمك الله أي فقم فقم لأجل ماذا كما أنك قمت من فراشك وخرجت من بيتك لأجل هذه الدنيا فقم كذلك من فراشك وخرج من بيتك لأجل الآخرة ففراغ من أمر دنيوي إلى أمر ديني هذا هو الأمر الأول إذن إذا عدت إلى بيتك وقد أرهقك أرهقك التعب وأردت أخذ الراحة وإعطاء حقك حقها لنفسك فلا تنسى أن لربك عز وجل عليك حقا أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان في البخاري أو في حديث عبد الله بن عمر بن عاص في السنن وغيرها قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقه كيف يقولون أنا كان تعجب شي خطرة اسمحوا لي أن انتقل من الفصحة إلى الدارجة المغربية أنا تعجب بعض المرات من بعض العبارات الجارية على ألسنة الناس ولا يرون فيها شيئا ولا بأسا أربما شيغ حمادي يضحك معي بعض الناس في المغرب ايش كي يقولوا شيئا ربي شيئا القلبي وزونا دي والله وإن هم في ذلك لكاذبون ما تقولوا شيئا القلبي لا مش بصح قلوا بزاغ القلبي وش ربي ولا مش بصح لا كنوا صادقين مع نفسكم والله إلى هذا الحد إن عدم منكم الحياء حتى تجترئوا على أن تقولوا مثل ذلك مش يعيب عليكم والله شيئا ربي جتظر معهم واسر الجامع وقرش القرآن واعطي شي صدقة وحج سر البيت تحج أو تعتمد وش فيك يسمع لك ومالقمين يقول لك من غير وشوى الرب وشوى القلب لا حول ولا قوة إلا بالله والله عجيب هذه والله والله عجيب والله كما قال ابن عباس في فيما يعني يبدو لي فيما هو أخف من ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء ما بقى الكم مش بزاف باش يحبط عليكم من السماء حجارة غير بسبب هذه الكلمات والله شوية شوين نقوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن كيفاش كيفاش الإنسان المسلم يقول مثل هذا الكلام ايه وحنا اش خاني نقول لك مشغولي واحد خدامه واحد عنده ولاده واحد عنده واليده مريده واخا ما كاش مشكلة ولكن باش تحتج لتحتج بمثل هذه العبارات وهذه التراهات وهذه الخزعبلات ها فاعلم أن حجتك داحضة واهية لا تقوى على لا تقوم على ساق لا تقوم على ساق فإذا فرغت فإذا فرغت من عملك الدنيوي فانسب فقم لعمل الآخرة وأتعب نفسك فيها بعض السلف والله يريون عنهم العجائب ولولا تنقل هذه الأخبار إلينا بأسانيدا ثابتة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار يعني ربما تحير العقول في قبول مثل هذه الأخبار بعض السلف كانوا يجتهدون في العبادة بشكل يعني لا يصدقه العقل حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يكثر النوافل في اليوم في الليل والنهار وكان يصوم الدهر وكان يؤثر غيره على نفسه ولو كان به خصاصة حتى قيل فيه لو قيل لفلان إنك ستموت غدا لما استطاع أن يزيد على عمله شيئا ما يقدرش يعني من كثرة عمله في أيامه المعتادة لو قيل لك ستموت غدا احنا مثلا لو انتصوروا انتخينوا أن مالك الموت يأتي أحدنا قائلا يا فلان سأتيك غدا في الساعة الفلانية ليقبض روحك ما لكنت فعلا أخبرني بالله عليك ألست تقضي ما تبقى لك من وقت ساجدا باكيا تائبا معتذرا ألست تنفق جميع ما تملكه لتفدي نفسك من سوء العذاب يوم القيامة ألست تذهب إلى الناس جميعا تتحلل منهم ما خافت الحساب يوم القيامة والله أربعة أربعة وعشرون ساعة غير كافية لهذا كله فهذا الرجل لو قيل له ستموت غدا لم يستطع أن يزيد على عمله شيئا قال انت صهر انت ماش كيفاش تكون هذه الأيام كيفاش إفوتها كيفاش عجيب والله عجيب إذن فإذا فرغت فانصب فرغت من عمل دنيوي فأتعب نفسك وقم إلى طلب الآخرة الأمر الثاني فرغت من أمر ديني فانصب إلى أمر دنيوي لأننا لقلنا قبل قليل أن الإنسان لا ينبغي أن يكون عالة على غيره ولا ينبغي أن يذل نفسه بالمسألة يتكفف الناس لا بل يجب أن يكون ذا كرامة وذا عزة ولو أن يحمل على ظهره الحطب حتى يستغني عن الناس قال نبي صلى الله عليه وسلم إذهد في هذه الدنيا أو إذهد في الدنيا يحبك الله وإذهد فيما عند الناس يحبك الناس كلما جعلت بينك وبين أموال الناس حائلا كلما بيّنت لهم أنك في تمام الغنى عن أموالهم أحبوك بعض الأمراء في زمن الحسن البصير رحمه الله تعالى سئلوا قيل لهم والله أيها الأمراء لقد أكثرتم على بسعيد ما سر في ذلك قالوا والله احتجنا إلى علمه واستغنى عن أموالنا احتجنا إلى علمه لعباداتنا وديننا وهو وهو استغنى عن أموالنا ولو أردنا ولو أردنا أن نحليه بالذهب والفضة ولو أردنا أن نلبسه الحرير والسندس والاستبرق أبى وترك هدايانا إذن لابد من السعي في هذه الدنيا لابد فإذا قضيت واجبك وعبدت ربك فاخرج إلى هذه الدنيا واسترزق واطلب ما يكفيك وما يكفي أهلك إن كنت ذا عيال والأمر الثالث بقي أمر ثالث وهو أنك إذا فرغت من عمل ديني فانصب إلى عمل ديني آخر فانصب إلى عمل ديني آخر ومثل هذا الكلام يوجه إما إلى الأغنياء الذين لا يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى إلى هذه الدنيا ليجمعوا ما يحتاجون فيها كما يوجه إلى كبار السن كبار السن أنا نذكر مرة أحد المشيخ جاء إلى هولندا وسأله أحد الحاضرين بلغة فصيحة عربية نلحنا أو أباؤنا الأولون عندما وصلوا هذه البلاد قضوا جل وقتهم في العمل وهاهم الآن قد صاروا شيوخا كبراء ويأخذون ما يسمى عندنا بلانترت شيخ قا يشوف لانترت ما معنى هات الكلام لانترت عفتش لم يقول لانترت ها لا غدخة لانترت ما حشوف يتفكر مع الشيخ يقول لانترت أصحاب لانترت كلمة عربية يفهموها أصحاب الخليج مهم هذا كل الناس اللي جولولين في فرنسا وفي أوروبا بسبة عامة وعملوا وكدوا الآن أصحاب تقاعد متقاعدون هذا هي الكلمة المعروفة متقاعدون الحمد لله عندهم راتبهم ما يحتاجون إليه موجود متوفر والحمد لله فهؤلاء ينبغي أن يعمر وقتهم بالعبادة ينبغي أن يضعوا نصب أعينهم نصب أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من طال عمره وحسن عمله حاول يا أيها الشيخ أن تختم حياتك ختاماً ختاماً يكون أفضل من بدايتك في هذه الحياة نحن نعرف نحن نعرف كثير من الناس كثير من كبراء السن حدثون عن شبابهم وقالوا بأنهم عندما بلغوا هذه البلاد كثير منهم ترك دينه كثير منهم أعرض عن الصلاة والصيام كثير منهم كانوا يطوفون بين المقاهي والحانات كثير منهم شربوا المسكرات بل بعضهم تعاطى المخدرات فيجب أن تتوبوا أنا طبعاً لا أحكم لا أطلق الحكم على الجميع أدري وأعلم والحمد لله أن كثيراً منهم كذلك التزموا دينهم وتمسكوا به وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أنا لا أعنيهم بالذكر إنما أعني الآخرين أعني الآخرين فهؤلاء ينبغي أن يتذكروا هذه الأيام الماضية وأن يخاف أن لا يكون الله عز وجل قد تقبل منهم توبتهم إن كانوا قد تابوا فيجب أن يعمروا أوقاتهم بالعبادة والتوبة والإنابة فإن الحسنات يذهبن السيئات فإذا فرغت فانصب فرغت عملا دينيا فانصب إلى عمل ديني آخر مثلا أمر سهل يسير بعد الفريضة الدنافلة تكون قد انتقلت من عبادة إلى أخرى بعدها رمضان صم الستة من شوال تكون قد وصلت بين عبادتين إن كنت من أهل الوجوب في إخراج الزكاة فلا يذوق المساكين طعم طعم مالك إلا في الصدقة الواجبة لا بل ذوقهم طعم مالك قبل ذلك وبعد ذلك الشاهد يا عمي يا خالي وقد أقول يا أبي ويا جدي لتكن آخر حياتك خيرا من أولها واملأ وقتك بالعبادة قم الليل صلي والناس نيام وحنا نعرف بأن كبر السن عندهم مشكلة مع النوم شوية مشكلهم ولكن كثير منهم لا يكتحلون بنوم أنا عند بزافة الناس أنا مثلا الوالدة عندما نروح نزورها الله يحفظها و ديرنا آتاي وقلوا ما تشربش وقلوا عليش ما تشربش معنا تقول لي ولا شربت آتاي من عسد الليلة من عسد الليلة أنا أغبيطها يا حب ذا لو وجدت شيئا من الطعام أو مما يشرب يمنع عني النوم أنا مهما شربت ومهما أكلت أنام كما ينام الدب على كل حال وكذلك والدي قليل النوم وهذا أمر مشاهد لاحظته في كثير من كبار السن إذن فاستغلوا هذه هذه الأمور عندكم مال تصدقوا به عندكم وقت وعمروا المساجد كنوا أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ماذا عندكم ما عندكم شغل ما عندكم عمل ما عندكم شيء ينتظركم أولادكم كبروا وأصبحوا رجالا ونساء تزوجوا وخرجوا من بيوتكم ماذا ينتظركم في بيوتكم امرأة عجوز لا تريد أن تكلمكم وربما لو كلمت لو كلمتكم لا أسكت لا أسكتتمها ولا لا إذن قلوا لي بالله عليكم علاش كتهربوا من المساجد علاش كتكونوا الأخرانيين كيدخلوا والولين كيخرجوا علاش ما كتهتموش أكتر علاش ما تشدوش المصاحف ما تعرفش تقرأ ما عليش خد سماعة واسمع القرآن فالمستمع للقرآن يعني لقراءة القرآن كقارئه كقارئه باش ما تقولش رني ما قارش ما نقدرش نقرأ لا مش بالصح لازالا عندك الودنين تاعك واسمع اسمع وما تقدرش قاعد تسمع ربما عندك شي ناس يعني مصابون بمرض في آذانهم ما مش مشكلة السبحة ما كنا نشقع السبحة فاتمزيد ما لكم أنتم مع السبحة لا حول ولا قوة إلا بالله هيا السبحة ولا لقيت وش السبحة جيبوا هيا السبحة وصبحوا صبحوا حركوا شفاهكم وألثنا لكم بالتسبيح والاستغفار والتوبة والتكبير يا أحبابي ما بقي لكم في هذه الدنيا إلا قليل مضى من أعماركم أكثره وما بقي منه إلا القليل إلا القليل فإذا فرغت فانصب ضع هذه الآية نصب عينيك قدامك لا تنساها وهي من آخر القرآن ومن قصار الصور لا تقل لي أنك لتحفظها فالأكثر يحفظوا هذه الصورة فاهتم لما خلقت له يقول الألبيري رحمة الله عليه وما خلقت لتعمرها ولكن يعني تعمرها هذه الدنيا لتعبرها باش تفوت وما خلقت لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت فجد خذ بالجد يعني بالمعقول تقول ليش لاني كبير صافي ما عندي مندير لا ما لشي بالصح هل نسمعوا كل يوم الأخبار يعني تفرح وتعمر الصدور صرورا بعض الناس من كبار السن واحد يابنوا ستين سنة وراح يحفظ القرآن واختم القرآن وكذلك في النساء كذا شبر منعنا ستين سنة وزيادة راحت المدرسة قيدت نفسها واخذت المصحف بجد حتى فتح الله عز وجل عليها ووفقها حتى ختمت حفظ القرآن كله قل لي ما هو عذرك ما هو عذرك تعدك الوقت ما ركس عامل ما أولادك ما كينش في الدر همكبروه خلاص قل لي ما عذرك فإذا فراغ تفنساب مكبروه ثم الله تبارك وطعال سبحان الله ce qui est exceptionnel avec le Qur'an c'est que même si le verset il est court il ne dit pas petit respecte le Qur'an la parole d'Allah عز وجل ne dit pas un petit quرآن ne dit pas un petit verset ne dit pas une petite surah salaf تعالى comme Ali il décrit le Qur'an dans une parole il dit ce quran c'est ces merveille ne tarissent jamais il y en a toujours et les savants ne s'enlacent pas ne s'enrassasient pas sur des siècles que que le Qur'an il est récité dans les mosquées il est récité sur les manabir il est récité par les muslims chez eux dans leur maison et il a toujours cette saveur il a toujours ce parfum il a toujours ce goût exquis dont on ne se lasse pas Ben Israël se sont lassés d'où le man et le salwa venait du ciel Allah il a fait descendre sur eux parmi les nourritures la man et la caille ils disent en français la man la man et la caille des des maîtres du paradis ils ont dit quoi Ma il a 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 sa اقول يقول انا نسأل اخواني اسمون ارفع الين امين وصح وصح سواء الله وصح قد أقول الله استعد المعالى هوا أعنون الله وابنا بالله هوا خير اقول هوا أقول هوا أقول اقول اقول عنه супérieur par ce qui est inférieur non, ce n'est pas المسحة ce n'est pas la nourriture du corps qu'on veut remplacer c'est la nourriture du cœur المسحة والقرآن المسحة وما يستوي القطاني la nourriture du corps et la nourriture du coeur comment est-ce que les deux nourritures peuvent-elles être égales, comment c'est pour ça que le Coran en plus d'être le dernier livre qu'Allah Ta'ala a fait descendre à l'humanité parce qu'on sait que chaque fois qu'Allah il envoya un prophète, il envoya avec lui un livre وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ نُبُوَوَتَ وَالْكِتَابِ on a envoyé Nuh et Ibrahim et on a mis dans leurs descendances respectives la prophétie et le livre donc chaque fois qu'il y avait un prophète il y avait un livre avec et depuis le dernier prophète il n'y a plus de livre mais subhanallah ce livre est tellement exceptionnel qu'il regorge de secrets de ressources de science qui se renouvelle tout le temps tout le temps tu peux lire un verset mille fois sur des années un jour tu vas lire subhanallah on est quel jour on est samedi jeudi je lisais surat l'kassas et au début surat l'kassas il parle de Banu Israël il dit donc Allah Ta'ala il dit qu'on a voulu faire de Banu Israël des a-imma des a-imma tu l'as un peu tu l'as un peu dans la même surat Allah Ta'ala parle de Fir'aun imma ta yad'una ilan ar et là paf je dis je prends là au début de la surat là il parle de Banu Israël il dit n'adja'alahum à immatan pourtant cette surat je la connais depuis je la récite depuis mais j'ai jamais fait le rapprochement c'est comme surat l'mu'minun qu'Allah Ta'ala il commence la surat en disant et comment il finit la surat c'est ça le tabour je ne veux pas vous dire que ça sort de ma tête moi je répète ce que j'ai lu mais ce que je veux dire c'est que des fois subhanallah c'est ça tu peux lire le coran tout le temps tous les jours tous les mois tous les ans et des fois ça te ça continue à te frapper ça continue à te parler il y a des messages qui apparaissent des sens qui se manifestent même dans les versets les plus courts ils disent d'un d'un savant dont j'oubliais le nom qu'il est resté 26 jours dans le tafsir de قوله Tabaraka wa ta'ala inna allazina sabakat lahum minna alhusna ulaika anha mubadou voilà 26 jours à la mosquée entre le maghrib et chaque dans le tafsir de ce verset ça fait 3 ans que tu es dans le tafsir il faut passer à autre chose maintenant allez tranquille comme nous on est habitué au fast food on est habitué à amazon tu commandes aujourd'hui prime demain tu es livré on ne passionne plus esbir esbir هذا l'ilm yukhado ma'as sabre cette science elle se prend avec la patience قال ahlul ilm talibul ilmi yachtaju ila thalathati achiak ila umri nuh wa ila mali qaroun wa ila sabri ayyub les savants ils ont dit l'étudiant il a besoin de 3 choses il a besoin de la vie de nuh bon nuh il a vécu depuis 1000 ans j'ai pas vu 1000 ans toi mais le moyen il faut vivre longtemps pour avoir beaucoup de rin puis il a besoin de la fortune de qaroun il a besoin d'argent parce qu'il doit acheter les livres il doit voyager il a pas le temps de travailler parce qu'il est occupé à étudier alors il a besoin d'argent et c'est possible beaucoup vous savez qu'il y en a qui ont vendu leur maison pour acheter un livre si vous lisiez dans les livres des salaf des savants de notre umma vous allez être perplexes comme moi je le suis tous les jours je le suis j'en crois pas mes oreilles j'en crois pas mes yeux te rends compte toi un hadiv dans sa maison pour acheter un livre la troisième la patience de Ayub vous connaissez tous Ayub comment il a patienté Allah il a quoi dit dans le Coran parce que la descendance de Nuh عليه s'il Allah Allah dit dans le Sourat Saffat leur père il était vertueux leur père c'est l'ancêtre le septième grand-père quand t'es salih Allah il m'a l'abarakat dans ta durria gil barda gil génération après génération comme il n'a fait avec Nuh Ibrahim عليه s'il 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 m'a tu don y'haq qu'ur'an wallahi l'an t'akhib abad l'abidin sa yakfi kallahu ta'ala qu'un n'a shay s'il m'a j'dun tu t'otau qu'ur'an ou la hadith f'i s'hati n'adar وضعf اuna من شغله من شغلته عبادتي وتلاوة كتاب كفيت hu الباقي كفيت hu الباقي او كما قال بما نذكر الحديث بلغضه بمعناه لا بلغضه وزن الحديث اللي بطبق التنمد رحمة الله عليه même s'il y a certaines faiblesses dans la chaîne de transmission il est dit celui qui se préoccupe par mon adoration et la lecture de mon livre et bien moi je m'occuperai du reste qu'il n'a pas pu faire je m'en occuperai je lui ferai apporter sa subsistance d'où il ne pensait même pas que ça pouvait venir et les exemples mais nous on s'est dit quoi tout le monde quand je leur dis il va dire naam est-ce que tu crois que parmi les membres d'Allah il va dire bien sûr le pourvoyeur par excellence celui qui donne en arabe ça veut dire donner c'est l'asle donnez lui donnez leur tout le monde croit que Allah il a plusieurs noms et l'Allah il asma ou l'husna et parmi ses noms l'razzak d'ailleurs justement dans ayat d'arriyat c'est comme ça que ça finit on regarde le lien toujours c'est pas des noms qui sont tenis comme ça à la fin des sourates des versets pour rien il y a toujours un lien le pourvoyeur par excellence il te dit dans le quran qu'il n'y a pas une espèce vivante sur terre sans qu'il ne soit un devoir pour Allah de lui apporter sa subsistance il a nourri le voisillon qui vient d'éclore dans son lit comme il a nourri le tétard qui vient d'apparaître au fond de la mare ces créatures là Allah il est nourri sans qu'il n'ait rien à faire pour et toi qu'il t'a créé pour que tu l'adores ils te laissent tranquille là tu n'as pas compris c'est quoi le razaq toi alors à ce moment là et Allah dans le quran il nous ordonne de placer notre confiance en lui et en Allah placez votre confiance si vous êtes croyants et pourquoi on ne placerait pas notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés vers les meilleurs des chemins subhanallah donc tu crois tu prétends croire comme quoi Allah il s'appelle le razaq et tu prétends obéir à Allah lorsqu'il te demande de passer ta confiance en lui et pourtant tu passes ta vie entière à courir après le risque même si tu passes toutes les heures de la journée et de la nuit à travailler et à ramasser et à amasser et accumuler le plus d'argent possible tu n'auras pas plus que ce qu'Allah t'a baraka wa ta'ala il t'a écrit tu étais dans le ventre de ta mère au quatrième mois Allah il a envoyé un ange il a écrit sur ton front ton risque c'est fini c'est fini mais toi tu oublies qu'Allah il t'a créé pour l'adorer Allah t'a pas créé pour que tu passes ton temps à chercher dunya Allah il t'a créé pour que tu passes ton temps à chercher l'akhirah وَبْتَغْرِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ il recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la dernière demeure هذا هو le quran nous on est là on court on court on court مَالِي مَالِي وَلَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ tout le temps on est en train de crier mon argent mon argent tout ce que tu as de ton argent c'est ce que tu as mangé et qui est parti et quand tu mourras tes héritiers se disputeront pour leur part et ils t'oublieront voilà على كل حال هذا le quran كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ c'est la parole d'Allah جَلَّ وَعَلَا et ce quran c'est le miracle qui perdure dans le temps Moussa Allah il lui a donné un bâton qui s'est transformé en serpent et une main éblouissante comme la lune lorsqu'elle est pleine sans qu'il n'y ait de nuages pour la cacher Issa Allah lui a fait revivre le mort rendre la vue à l'aveugle et guérir le lépreux et marcher sur l'eau et Muhammad a.s.w. Allah il lui a donné le quran et après la mort du prophète le quran il est toujours là et ce miracle il est toujours là mais malheureusement pour nous c'est juste un livre qui prend la poussière dans nos étagères qu'on sort quand quelqu'un il meurt ou quand il y a une occasion et en dehors de ça on n'y pense pas et on ne s'y intéresse pas et je vous le dis je vous le répéterai je ne me rasserez jamais si tu veux savoir qu'il est la place du quran regarde qu'il est la place du quran n'est-ce pas et pour le verset on va à la semaine du prochain subhanakallahum et b'hamdik j'adwallah il n'est n'estagfiruk wa natuubu ulyk allahum aj'alna min ahli quran allahum 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 aj'alna min ma yuhil halalah وyuharrim haramah وy'amal bimuhkamah وy'ummin bimutashabihih وyeteluh haqq telawetih anna allayl wa tarafa n'ahari ala al-وجh al-وجh y'urdi y'urdi k'anna y'كرm allahum anfa'na wa raf'ana بالقرآن العظيم allahum aj'al'hu shafi'ana wa hujj'a lana la y'كرm allahum wa sallallahu